فلسطين عام 1948 تاريخ كان بالنسبة للألاف عام نكبة لا يمكن نسيانه وكان للألاف أيضا عام احتفال بقيام الوطن الموعود 62 سنة مرت على ما يعتبره الفلسطينيون نكبتهم لم يتحقق لهم خلالها ما كانوا يحلمون به فلا المهجرين عادوا إلى بيوتهم كما كانوا يوعدون ولا الذين بقوا نعيموا بسلام أرادوه بعدما أخفقت السبر الأخرى في تحرير الأرض في قرية لفتة القريبة من القدس عشرات المنازل التي هجر أصحابها عام 1948 كغيرهم من نحو 750 ألف فلسطينيين انتقلوا للعيش في دول الشتات كلاجئين لم يرحلوا عن هنا بمحض إرادتهم لقد زرعت قنبلتان في منزلنا واضطر أبي لإخراجنا خوفا على سلامتنا وأمنا الرواية الإسرائيلية لما جرى عام 1948 تتحدث عن هجرة طوعية للفلسطينيين بينما تقول رواية العربية بقصرية ذاك الرحيل وبينما يصر الفلسطينيون على حق عودة اللاجئين أو من يتحدرون من ذريتهم الذي نبنته الأمم المتحدة يخشى الإسرائيليون من تبعات القرار 194 على دولتهم التي يريدونها وطنا قوميا لليهود الحلم الأساسي للحركة الصهيونية هو الحصول على أكبر قدر من الأراضي وأقل قدر ممكن من السكان وعندما اندلعت الحرب كان واضحا للجميع أن من سينتصر فيها سيطرد السكان أو على الأقل جزءا منهم وهذا كان واضحا لأن عام 48 لم يكن بداية للصراع نؤكد أن هناك حق أبدي لشعبنا الفلسطيني يسمى حق العودة وهذا الحق لابد أن يترجم إلى أرض الواقع في يوم من الأيام وككل عام تشهد الأراضي الفلسطينية مهرجانات واعتصامات إحياء للذكرابة وتذكيرا للمجتمع الدولي بالتزاماته تجاه قضية شعب فمن الضفة الغربية إلى قطاع غزة وصولا إلى دول الشتات يؤكد الفلسطينيون إصرارهم فيها على العودة إلى أرضهم حيدر الخير بي بي سي